كشف الخبر الاقتصادي صفوان قصاي عن رغبة جديدة للبنك المركزي العراقي لخفض الدولار بعد تصفير الديون الداخلية مشيرا إلى امتلاك المالية بدأ لتسوية هذه الديون منها نقل بعض أسهم الدولة وقال أن الدعم الحقيقي للدينار في تنوع المواد الاقتصادية ويمكن للعراق تغطية احتياجاته المالية دون الحاجة لأن المصارف العراقية المقيدة بالعقوبات تفكر بعرض منتوجات متنوعة في البيئة المحلية لتحقيق أرباح أعلى مما كانت تستحوذها من الدولار وأكد مضي حكومة السودان بتعديل بنود الموازنة بإضافة مخصصات مالية جديدة على بعض المشاريع مضيفا أن خفض العراق لصادراته النفطية قلل الإرادات مضافا لها مشكلة توقف نفط جهان فتحويل الصادرات النفطية من كاركوك والأقليم إلى نفط الجنوب يسبب خسارة العراق بنحو ثلاثة دولارات في البرميل الواحد ترجمة نانسي قنقر